اشتركوا في القناة موضوع كذلك هي استهدف فئات موضوعنا اليوم وموضوع ملاعب القرب لهذه الغاية استضفنا ضيفا هو يعتبر باحثا في الشؤون الاجتماعية كذلك عاملا ونشيطا ناشطا في الحقل الجمعوي ومسيرا سابقا لأحد ملاعب القرب معنا كضيف السيدريس بالامين مرحبا بك عند برنامج شؤون وقضايا محلية شكرا الأخ جواد رسام على الدعوة الكريمة التي ستتيح لنا بطبيعة الحال أن نناقش هذا الموضوع الشائك والموضوع الذي وحديث الساعة الذي أصبح من بارة المجموعة من المناقشات وفيها من مجموعة من الأراء إن شاء الله سيكون لينما وقيف بعض الأراء التي ستكون إن شاء الله رحمه الرحيم كإضافة لهذا البرنامج بإذن الله طبعا قبل أن نبدأ هذا البرنامج والنقش والموادع والخباية فأنا سنذهب جميعا ونرى واحد ربورتاج قصير الذي تأتي لنا هذا الموضوع هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم تتكلموا على ملاعب القرب فتنعرفوا أن ملاعب القرب جاتب واحد الطاهير أن الملاعب القرب كلها عندها المجانية ولكن تنشوفوا بعض الملاعب اللي بكل صراحة ما كنا شاهد المسألة دي المجانية كنا ملاعب اللي تياخدوا واحد المبالغ تتراوح ما بين 100 درهم الفارقين وما فوق فحنا مثلا نتكلموا على واحد المعلامة اللي قربنا هنا في الحي دي اللوبيلاء أننا ما عندنا شاهد المسألة هذه ولكن عندنا واحد الإشكال الوحيد اللي عندنا هو المواقيد ديال الملعب وشكولتي يستفد من البلعب لأن أولينا دابا تنشوفوا أن الملعب هو الوقت دابا قصو يكون مثلا واحد مسؤول وقف هنا ويكون ملعب محلول ثم تنشوفوا أن كترة ديال الفرق كترة ديال الفرق لولادة عندنا هنا في الملعب لضيقات التوقيت ديالنا ديال الحي ديالنا وديال ولدات الحي ديالنا فتنطلبوا وتنشدوا من الناس المسؤولين أنهم يلقوا حل لهذه الملاعب ديال القرب اللي بكل صراحة هما واحد المتنفس الشرائح ديال الأطفال وتنعرفوا أن الفريق الوطني الحمد لله المغربي في الانتصارات دياله أن كل شيء ولمواكب على كرة القدم نساء دكور إينات وحتى تنشوفوا تنس كبار ولمواكبين على كرة القدم في الشواطئ الآن إحنا غادي بقرب واحد الملعب اللي كان عنده تاريخ قبل ما يكون مني كان ديكساء لأن دوو تير الله مارين أنا دك يبال الاستعمار المهم أنا كان نعقب على بعض بعض الملعب اللي كان ديال الدولة وكيش كتنقادوا كل هما سدينا حتى من خيالي حتى من خيالي على زميع ما كانت يصغر على المغرب كله وحتى من خيالي لأنه كان صعب على الفورق على أنهم يقدروا يجيروا عبوب الملعب أو ولداتنا وكان بعض الملعب اللي فيهم اللي يزيزيون بإخير حتى من المقاطعات أو السلطة أو المسائل كتمنوا واحد الملعب القرب اللي هي نفع الولدات كيفما كان الحال كتلقى ناس اللي فيهم كيرم المسائل كيفما كان الحال كتلقا هذا اللي قرب اللي قرب لنا ديال الدولة كنتكلم على ديال الجامعة كنتكلم عن الملعب اللي هما أرض ديال الدولة وكيستغلوا هما كيدور في الملعب كيبغوا وكيتويلي عندهم واحد شركة دات مداخل قار رد الفلوس طبيعي الحال كما كان عرفوا أن در الشباب هي كانت تحمل عبء ديال الشباب وكذلك الأطفال وكيف في ديور الشباب خاصة أنه كان فيها الملعب كان مجموعة ديال الجهيزات ومجموعة ديال البنية التحتية في دور الشباب الآن كما كان عرفوا أنه ولت دور الشباب القلة ديال كيينقصم المتراج ديالها وكيينقصم الملعب القرب عنها بدأ إنشاء ديال البعض الملاعب القرب اللي كنا لاحظهم حين كان لاحظا ببعض المناطق ولكن هادي الملاعب القرب بقي مما أدىش الدور ديال لكن ما كان عرفوا وكان عرفوا هذا الملاعب القبر وكنا يكبروا ملدي السلطة السيطرة ديالها الجمعية والجمعية المحسوبين على المحسوبين على بعض المؤساسات التي قد يرخ عن السل ديال الملاعب القرب وببقا يستفيدوا بها جميع الساكينة. فهمتي؟ ولا تسهمة ديال الكراء ديالها والاستعمال ديالها كتكون طالعة مشي ممتناول الشباب. مما يؤدي الى ظهور بعد الكواريت اللي احنا ما كنبغيوهاش. متلا المخديرات تعاطي المسائل اللي كان عرفوها الغير مرغوف فيها. كانصرفو عليه بان الناس كيجي اللي جاء كيمتلك شي حاجة في يديك هادا كوال كان خدمو بيه كانصبو بيه الشبك كانصبو بيه شي حاجة تهرسات شي قفال ببرة تهرسات خصان سودي وها باب تهرس خصان سودي وبيعد الناس هادولي هنا ايا كانشكرهم كلهم ان شاء الله مساهمين مع الدراء الصغال وخاكين شوية ديال هذا شوية صداع وذك شي والناس اللي زيزيهم بخير وقفين معنا. احنا بالنسبة ان احنا ولاد الحي هنا وعدنا الغيرة بزاب 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 على هاد الملعب وكنت منه ان شاء الله بإذن الله يكون مستقبل زاهر لها هاد الملعب. سيبلامين تعليقك على هاد الروبرتاج تعليق سريع. وبالنسبة للروبرتاج هي مجموعة آراء متبينة تتحدث عن واقع الملموس لهذه الملعب التي نتحدث عنها اليوم خلال من يتحدث عن المجانية قترة الفراق والتضييق على الفراق ديال الاحياء. انها متنفسة لشرائح متعددة من الاطفال. لذكر اتمينة خيالية. كذلك الموضوع والمحور ديال الاصلاحات واعادة هي الفضاءات. من يقوم باصلاح هذه الفضاءات ان كانت هناك المجانية متران. هناك شيء جديد بدع الملعب عبارة عن شركات. كذلك مؤسسة ديال الشباب. والحاجة ديالنا الملحل مثل هذه الملعب لان انتشار الجريمة وانتشار المخدرات وانتشار جميع السلبيات في المجتمع. ما يمكن لها الا ان هذه الفضاءات تصبح من طرف جمعيات اللي هي جادة. كيف ما جاء لليسان احد متدخله. احنا نعرف جميع بان هذه الفضاءات ديال ملاعب القرب في النشأة ديالتها هي جاتة هي كتعتبر هي واحد كتساعد على التنشئة الاجتماعية ديال واحد الفئة ديال سواء اطفال او الشباب. كنعرفوا بان هاد ملاعب القرب فعلا جات باش كتكون واحد مشتل ديال اصنع النجوم. وهي واحد الفضاء اللي كنخرج منه المواهب. هو واحد الفضاء اللي وحق من حقوق الانسان اللي كتبني عليه مجموعة من القيم ديال التضامن بيناتهم وبين الشباب وبين المنخارطين او بين المرتفقين. يعني تهدي كنعطيهم مجموعة من الاشياء داخل المجتمع. ولكن المشكلة اللي كين هو كين واقع اخر. هذا ما يجب ان يكون في هذه الفضاءات هذا. وش يمكن لك دقولنا الواقع الحقيقي اللي كين في الملاعب. انتلاقا من تعليقاتي الاخوان لغلوف روبرتاج. هذا هو من اللي كنت تكلمو على النشأة. هو انه كانت عندنا يعني الشسعة في العمراء. كان عندنا فضاءات كثيرة جدا. وعقاري موجود. ولكن اللي خلات انك تكون ملاعب هكا كمفتوحة. اللي كي يجيو ناس متطوعين. اللي كتكون بشكل غير مؤطن وغير منظم. ولكنها كنت تكتدير فيه هدوريات الكبار. اللي اعطتنا نجوم كبار على مستوى فراق وأنديا وطنية كبيرة. ولكن بعد الامتداد. وبعد مثلا مدد ضربة ضوحي. الانتشارد الضواحي ديالها. فالقائمين على هذا المنازل الجديد وهذا. تناسوا بعد المصالح وبعد المرافق. اللي من ضمنها مثلا حضائق. من ضمنها ملاعب. من ضمنها كالي. اللي خلاء ان الجاريمة بدتك تنتشر. خلاء الرادية بدتك تنتشر. خلاء ان الاطفال موقاش عندهم متنفس. او فضاءت لللاعب. بالتالي فالوقيت اللي جات فيه المبادرة الوطنية مير بشاير. رغم ان الجامعة المحلية كانت سابقة. فهذه المسألة كانت هده ملاعب تابعة. لها اللي كتكون كي يستفدوا من هالفراق اللي كي يشاركوا في العصار وفي البوطلات الوطنية. فالوقيت اللي جات المبادرة. قد نرجع لجانب ديال المبادرة. قد نبقى معك غير فهذه المسألة ديال هده المد الإسمنتي اللي فعلا اغطى لنا بفقية اللي كنا شحال دي كانوا فضاءات شاسعة. وعطونا نجوم حقيقية. الان كينا الامكانية المادية ولكن كينا الوعاء العقاري. ديال التيرانات ما كان جاي. واش يمكننا نقولوا بان المعنين بالامر او المسؤولين ما عندهمش رؤية حقيقية لهاد الاشياء هذا. كنجيو كنصوبو مجمع سكين كبير. وما كنقوش رؤية. واش نرؤية غير الهدف ديالهم ربحي. وما عندهمش ان الهدف ديالهم للمجتمع والشباب ولا الانسان. هذا الاشكال ديالو جاف واحد ترفية اللي فيه مضاربات عقارية. خاسيسة وبخيسة جدا. اللي خلات ان نلقائمين على مثلا تطبيق او تنفيذ هذا الانجاز لهذه المشاريع هذه. انه يغضون الترفع مثل هذه الفضاءات. ويتركونها فارغة. تتأهيل لها ما كيكونش. الا ما راح مربوك في بعض مناطق مدينة الضربيضاء. اللي خلال ان الجماعات المحلية انهم بعدوا بمطالب ديال الساكنة. واللي كونت تهي جمعيات جديدة من نوع اخر. اللي انقاد ما يمكن انقادوه. لان منك تشوف ان الامتداد ديال الجريمة بداء واحد الشكل اللي هو مهويل. نظرا الانتشار المخدرات ونظرا المبالات. ونظرا لان المؤسسات للشباب اللي قد تحتاضن هاد الوليدات هادو من اجل تأهيل ديالهم. والاكتشاف الموهب ديالهم. فما كان الا انه يكون مطلب شعبي باش انه يجي براميج حكومية او براميج مالكية اللي تساهم في النقص والحد من ميتل هالضواهر. فعلا سابقا كانت بعض الجماعات المحلية واللي كانوا تهمهم الشأن المحلي والمجتمع والمواطن كانوا صوبوا بعض الملاعب غير انها مكانش مؤمامة بكل تراب الوطني. جاءت المبادرة الملكية اللي في اطار تنمية البشرية مبادرة الوطنية تنمية البشرية اللي خلقت لنا مجموعة من الملاعب القرب. ربما هذا هو الامكانيات المادية اللي جابها سيدنا وبالتالي عطقت ما يمكن لكن ما هو المآل؟ لانك نشوفه الان مجموعة من الملاعب مش كيف روبرتاج مجموعة من الملاعب هي مغلاقة مغلاقة في هالسناسل اكتر من هذا هناك بعض الملاعب اغلقت بقرارات منين سونا لهم تقولك بانا كالنزاعات بالجمعيات يعني اشنو يمكننا نقوله في الجانب هذا؟ كنا نعرفوا ان المبادرة الوضعية المبادرة الوطنية تنمية البشرية اللي جاءت في ألفين وخمسة من اجل حل مجموعة من الظواهر الاجتماعية من ضمنها المجال الرياضي كنا نعرفوا انه كان مجموعة دين متدخيلين ومجموعة دين اللي جانك تشكل هذه المسألة باش تعطيك برامج خاصة في برنامج الأفوقي او برنامج الإقساء الاجتماعي او جامع البرامج اللي كانت مكلفة بمبادرة اللي خاصة هذه الاموال طائلة من اجل انقاذ ما يمكن انقاذها من انشاء ملاعيب انشاء فضاءات للتكوين يعني كل متطلبات التي رفعت الى هذه اللي جانب قبل ذلك لانه مجموعة الناس مجموعة دروا تنزيل الفرق اللي كان هو انه سابقا كانت الحكومات لديها برامج تنزيلها ولا من يستفيد منها ولا من يعني لانه لم تأتي كمتطلب ولكن بالنسبة المبادرة كانت متطلب المواطني والمجتمع المدني والمجموعة اللي جانب للتشكلة للأمر للأسف نحن في المرحلة الثالثة ويبدأنا في المرحلة الثانية بعد تكتبنا بعض الاشكاليات بالنسبة مثلا كنت تتكلم على بعض الملائب مغلقة كما لاحظنا فهذا مجموعة الملائب حرام انها تم اغلاق ديالها لانه حتى في الاتفاقيات المبادرة الوطنية التنمية البشرية يعني انها لا تنفلت بشكل ضروري انك تتعقد واحد اللجنة معينة ما بين مسؤولين ديال الجمعية ومسؤولين ديال المبادرة الوطنية التنمية البشرية على المستوى الإقليمي من أجل حل المشكلة لانه حل المشكلة وبالتريف الآخر تتلقى حل الاشكال اما بالنسبة للمسألة الملاعب التي تغلقوا بقرار المحكامة فممكن ان ندخلوه في نوع من الشاطات ديال السلطات المعنية اللي مغنش نعمموا على كل شيء هذه اللولات التانية بقين فضاءات أخرى مغلقة وفضاء ما يعطيه لا تحرصوا جامعات محلية لا تحرصوا وزارة الشباب والرياضة بالتالي فضاء تتعطروا واحد الجمعية وفي الخلق تتفرض عليها المجانية نحن نعرف أنه لا يوجد مداخل القارة لهذه الجمعيات إلا من خلال هذه المساهمات التي ستكون هي رمزية من أجل دائما القيام بجموعة من الإصلاحات مجموعة من الجمعيات هنا سيكون نوع من التفاعل مجموعة من الجمعيات أنها تعمل صالح الوليدات تعمل صالح الشباب وأن هذا الاعتبار بأن المؤسسات المعنية لا جماعة ولا شباب والرياضة السابقان ولا تعليم حالياً أنها لا تقوم بأدوارها ويلا تقوم بأدوار هذه وبالتالي تدوز لنا مسألة ضربة المجانية لأنها مجانية وقرار قرار تأطى خاصة الطفل ولكن يدخلون هذا الباب بغناء نديروا صيانة ونديروا استمرارية ولكن عندما يأتي العمق الأمور لا تقوم بأدوارها كانت مبالغ الملعب الصغير القريب في المنطقة الشعبية بين 150 درام المغيان في المنطقة الشعبية 300-400 درام وواصل إلى 700 درام الملعب من الملعب مثلاً في الضال بيضاء في أحد الحين اللي هو رقيب 700 درام مع العلم أن البقعة الأرضية والوعاء العقاري وكانت تطاول عليها الآن كل شيء يدخل للجانب الفئة الشعبية وخدام المصالحة والواقع كيف يمكننا هذه المقاربة بين المجانية وبين الواقع كيف يمكننا ندبره كيف يمكننا تحليل الوضع وتحليل الوضع وتحليل الوضع ما هي المشكلة؟ نحن نفرقه بين ملاعب القرب التابعة لجماعات المحلية والتي تسير من طرف منتخابين وكذلك الملاعب القرب التي تنشأها وزارة قطع الشباب والرياضة التي أصبحت الآن وزارة مفرقة على إثنين بالإذنين خلقات إشكاليات ونفرقه ما بين اللي جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعطى الجمعيات الداخل المؤسسات اللي هي تعليمية فكان عرفوه أن دائماً الجامعات المحلية ولا بالنسبة للشباب والرياضة إذا كانوا يدبروها أو سيرها فهم يدبروهم موضفون موضفون مجبارون في الاشتغال داخل أوقات العمل العكس من يبادر ومن يتطوع لهو المجتمع المدني اللي ممكن أن الملاعب بلقص ما تستطمع ربعة كتستطمع جديد الليل ولا حداش هذا المسألة دير أن الموضفين يشتغل داخل لغاية قل عمله لأننا عدنا مجموعة من الموضفين يخدمون أوقات أخرى مثلاً مثلاً البوليس يخدمون في طروا الشيفت لماذا هذا الموضف الجامعة عوض ما يخدم بالنهار يخدم بالليل وهذا المسألة يكينا المهم هو الاشتغال في ضرف معين ويكون متضم حيث ما أريد أن نعطيه هذه العملية طوعية فعلاً جميعاً تقوم بواحد دور كبير ولكن عاوثاني إمكانيتها محدودة ما غي يخولش لها أنها تميته وبالتالي في غياب أي مراقبة قل لاحظوا عندنا إشكالية كبيرة فضل بيضاء عندنا منطقة عين الشغلية منطقة كبيرة فيها أكبر الملاعب اللي هي تمولت من طرف المبادرة وخاصة على أموال كبيرة الآن تتلاشى والدليل هو الربورتاج تتلاشى لماذا هذه الدولة وما تقدرش أنها عواض ما تمشي لحل القريب والسدان قراجات قرار عاملي بالسدان الاعتبارات وأن القرار هو الخروقات القرار هو عدم هناك محاسبة يعني هذه المسائل الكبيرة اللي تحسبت على هذه الجمهية ولكن لماذا هذه السلطة ممكن لاش أن هذه المرفيق بدخول الدبرو ومحكامة لتأخذ قرار لنضيعوش هذه الفئات الشابة منطقة عين الشغطة أو منطقة السلطة المحلية ترين ديالة كلها بسدودين إذا فين غيمشي واد الوليدات اعتقد أن الإرادة مغيبة كانت عندهم الإرادة لقيت اللي حبسنا الجمعية ما ترى من هذا النشاط دخلوا الموظفين للسلطة المحلية ويلقوا حلول ولكن لأن أصلا السبب ديال مد هاد الملاعب هاد الجمعيات هو عدم القدرة ديال الهيئات المعنية بالأمر من أجل إتخاذ هاد التدابير لولا الإشكالات ديال قلة المواريد البشرية عنده وش مكا تلاحت بأن تصراعات سياسوية ما نقول سياسية سياسوية يعني انتخابي المعظم منك يطلع واحد اتجاه مؤينة واحد اللون مؤين تفرق على المنتسبين دياله مجموعة من هاد الريع دول ريع اللي كنهضر عليا في إطار الملاعب وبالتالي منك يطلع جهاز آخر تيحاول أنه يعرق للك المشاريع الأخرى وش مخصناش بدائيل لأن نورمال مو البادي الحقيقي هو أن المؤسسات ديال الدولة تسير المرافق لنضمان استمرارها عواض ما أنها في غياب واحد تدبير حقيقي لهذه الجمعيات اللي هي كان الفروض عليها أن تقوم بهذه الواجبات دولات صراحة تدبير الحقيقي لهذه الوضعية حتى نضمانه الجنية الملاعب هو أن الدولة تكون متدخلة فهش يعني أن توضع ميزانية مخصصة لهذه الملاعب تدبير ممتازة تدبير والتصمير تدبير حقيقي ستقدم الواجبات المستخدامة تقدم الواجبات التأهيل الملعب الأخصر تخلص الشباكي ومجمعها تدخل إلى منطقة الشباب للتصمير للشباب من المنطقة آنذاك إلى الدولة لدي هذه القدرة على أن تخصص ميزانيات سنوية ميزانية سواء الجامعة وآناك على هذا الممكن أن ندفع المجانية ومراهية استخدامه وكذلك يمكنه استخدامه يمكنه خلال مستخدم ويساعد خلال نفس المستخدم لكي يفعل فضاءات الخروج يجب أن نعبد فيه كذلك تقنف سؤال أخري جماً لنستخدم فضاءات الرياضي ومن محتضينين القانونيين احترافين اللي كيكون عندهم كيشاركوا في العصر دي الكورات القادم رابج موعة متلا هنا في الدربيدار مجموعة دي الفراق اللي كتكون في القسم الشرفي في الأقسام اللي هي متلا دي الهوات لا فضاءات لديها من أجل لعب بشكل رسمي واللي كيكون فيها يعني احتساف دي دي التبطيق الدولي باش كتكون العرف المغرب أنه رأي يوضاهي متلا دول أخرى في المجال دي اللي صنصة في زيارة ميدانية دينا لبعض الاحياء دينا لبعض الملاعب اللي مدعمة من طرف المبادرة الأرض دي للدولة ولكن هي عبارة عن ضيعات خاصة اللي ممكنش أن ندخلها إلا بواحد المبالغ اللي كيصعب على الشباب والأطفال أنه يدخلوا لتالجمعية اللي اللي كتخدم في الجانب الرياضي البسيط يعني الغير مقنن أنهم يدخلوا لها وماشي شغلها أنه غدي تأدي الواجب الدخول اللي كتوصل بين ربعمية خمسمية درهم ولا لما عندكش تبراتك تمشي مع العلم أنه في الكاية تشارج ديالها أنها مقصصة لهذه الفئات وأنه واحد ثمان رمزي اللي يخصص تتخدم عندهم ونآن عندنا مني كتدر معهم تيجيوك من الجانب الاجتماعي إحنا يا جاي نديروا الخير ما كينش الخير ورينا مثلا هذه المسائلة عندنا ملاعب أنفا عندنا ملاعب عنشق عندنا ملاعب سيدي مومن كلها ملاعب يعني عبارة عن ملاعب نقوله الخواص مع العلم أنه هناك ملاعب للقطع الخاص وندا تساؤل آخر أشمن ترخيص واخداء باش يمكن لها تدير هذه الأنشطة هذه السؤال الأساسي سنقوله كيف حصلت هذه الجمعيات على هذه الفضاءات ليس من السلطة المحلية بشكل مباشر هناك هيئات مع نياب بأراضي بحيث تهيئة الجماعية ديال مدينة طربيضاء لمجموعة ديال ملاعب عندنا مثلا في عملات ديال طربيضاء كانت مرتاعة للأزبال والنفايات في كل مرة وكل مرة من كجيت شركات ديال المعنية بالنفايات فتخسر الملايين والملايين ديال الفلوس لأن الناس كتقتلوا دائما فبالتالي ارتأت هذه الشركة أنها تعطي لها هذه المؤسسة اللي هي ديال الدولة أنها تعطي بعض الرخاص البعض الجمعيات اللي هي كانت في واحد مستوى معيان أنها تصير تدير مرافق تصيرها أولا باش كل قص من المصاريف ومن المبالغ اللي كتخسر في خازين هذه الدولة بشكل مؤقت ولكن علش بضبت هذه الجمعيات ولا هذو الفئات مع العلم مني كان نرجعو لإستوريك دير امتل قواليك الفئات المستفيدة فلذيك الفترة فستبدت هي موالية لشي اتجاه موأيان علش ماشي أيين كانوا على سبيل المثال غالي نرجعو سينين انتش خصيا كان عندك ملعب فوقيت اللي كان الجميع ما كيفمش شنية المبادرة واخدتي واحد الملعب وما كانش تموع شوش لانا ما كانش فكر تعشي بملاعبي الله مؤخرا وفعلان كانت فيها وصحي شعبي وقدر جاءوا وقالوك بانا نخصا نحيدوها اعتبارات الادارية وقدر وعطاو قالوك نعطوك البديل وما خدتيش الحدود الساعة التال واحد لما خدتيش الملعب في حين انه جاءوا الناس برانيين ما عندهم مش علاقة برياضة وعطاوهم ملاعب يعني في الكن وقالوك نعرفو جميع بانا هاد العملية دي المنطقة في هالأزبال وكذا نعرفو البلاسة اللي كتبغي تتخاذ تتولي توصخ وقدر نخرجو لهذا الخيط بديل اللي راح قابش نحيدو الأزبال ونحيدو كذا قصدروا في هاشي حاجة المصلحة العامة وفي الثاني من بعد من كنجيب تلقوها انها غير كاتخاذ وريع تتعطع الواحد الفئة وتدخلوا في مبالغ خيالية يعني ناس اللي تتغنى لا لي شيء إلا لأن تكون مواليد لذيك التنظيم ولا لذيك الفئة اللي حاكمها فليك البلاسة دي المسألة كتعلق بمنتخابين وكتعلق بهيئات الناخبة وكتعلق بالأحزام السياسي وكتعلق بالأحزام السياسي كان عندك ملعب وحيدو لك لا بالنسبة مشي المسألة هذه الحيدو كان عرفوا أن التل ما كان اللي يخدين احنا وكذلك في إطار تهيئة فالمنتخابين ومالي يحيدو لأن الملك يكون كل تهيئة كتكون كل عشر سنوات كان شريع منذ ثلاثين سنة واتخذ بشكل مؤقت أنه يكون فضاء رياضي ومن طرف بدعم من شركة معينة يدعم التمويل وعندك ملاعب أخرى جاء في نفس المنطقة تهيئة وبقى ما يجدون في المحجر الملاكي ودعوا لهم عكس لك يدوك في هذا الجانب ومعطاهم لا ريتام حين نقرج هذا المحجر الملاكي يستغل هذا الملاعب لأن كتعرف ريس بالليمين ينتمي إلى حزب معين وكتعرف لا يمكن أن نخل في هذا الإطار للبوليتيك لأن الإشكال وقن فعلا تدر شارع لا بقى شارع لا ولب على التحييض ولكن تذكر المدة التي استغل لنا خرجت مجموعة للنجوم ومجموعة للكاتر نعتبر بأن نعمل الحقر المحلية ممكن ممكن في السناد داخل جماعة المحلية لأن الملعب كان تعطي من طرف جماعة محلية لها مقطعة باللما نذكر الاسم ولكن في الاخير كذلك كيف ما أعطوه لأن خرج بوزو الشارع رئيسي لغادي لجي المسجد حسن ثاني فهم أن أن تنضابط الاتفاقية كما هي لأن بشكل ومؤقت على أساس أنه يتغير يتغير المكان في الاخير تعرف أن يتغير العمال يتغير السلطات المحلية يقول 5 سنة 4 سنة ومسطرة وفي البحث دينا لقينا أن أحد الملاعيب التي تعطط له بشكل مؤقت تسيير الفضاء الذي هو فضاء من بعد يكون في المحاج الملاكي وعرفنا بأن هذا الفضاء الذي يخذ أصلا لم يكن منه المحاج وتعطاله وقال إلى خطة كانت نية مبيئة أنه تعطال هذا الشخص وتعطال هذه المنظمة ولهذه المؤساسة ولكن لا يحييد لأن تخسر على مبالغ كبيرة لأن لا يمكن أن أولا هذك الناس الذين حيثنا هم هذه البلاصة وعطينا فضاء أخرى ساكنية بعيدة وحيثنا والمآسي التي عايش هذه العائلات وبالتالي نجي وقدرتي قادر أن لا لا يسكن تماما نحن 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 منطقة للساكن التي تطلع لهم ويسكن يسكن تقول بزيرو ديرام وحتى التمويل هذه الملاعب ما هو الذي يمول مؤسسة أخرى إما عصباء إما جامعة إما أكدا يعني هناك نقول هذي حقرة محلية لا لماذا نعتبر حقرة لأن الظرفية التي تخذ في هذه الملاعب كان هذي الناس موجودين في الساحة فممكن أن واحد يأتي من عشر سنين من بعد حداشر إذا كانت احتياجات عامة لا تكون مخصصة لشخص متفرد وكانت مفتوحة على الجانية فهي مقبولة يعني مقبول أنه كل واحد يأخذ حقه والناس يستفد ومن بعد يطبق عنه بنفس ما يستعرى وانا كان اعرف مؤساسات تمة عندهم 700 طيفل 800 طيفل 1000 طيفل وصدوا الباب طلبات تجيل عندهم المجانية لأنهم لديهم فضاء فين يجعلون فضاء أوسع وخطر المجانية المطلقة كي ناس تلقب عندنا كل فلوس ويجعل حقيقة الامر انها مجانية نجيب وعطيني فئات اخرى ريادية ويجعل نفس الدور غير من قاش قصرا على فئة معيانة هوا يجعل المجانية وغير ننمو لولو البرنامج ويجعل المشروع ويجعل تيران آخر ولكن لا تبقى حكرا على واحد زميد بتاريخ 13 وفرأة 2018 مقار المدرية العام لجماعات المحلية تمت اتفاقية شاركة بين مجموعة من الأطراف وزارة الداخلية وزارة اقتصاد المالية وزارة شبوب رياضة سابقا تقسم القطاع صندوق تجهيز الجماعي حوال الاتفاقية هي انه تم انجاز وتهيئات وبناء 800 ملعب قرب وبالضبط في الجماعات القراوية وشبه حضارية وحتى الحضارية الخلاصات ربما نعطي عليك بان الى حدود اليوم يلا 24 ملعب اللي تم انجيزة عدنا 206 ملعب في طور الانجاز عدنا 2018 ومفروض على هذا البرنامج يكون بين 2018 و2020 نحن ايا في 2023 الان في طور الانجاز 206 اللي في صفقة ديالو انكور كينا ميتين ملعب اللي باقي كدر الدراسات وحد 305 ديال الملعب اش كي بلك في هاد الملعب وش كي تبلك في ارض واقعة لذا نحن ايا مني كن خرش الشريح وش كي بلك الملعب تتصوب هذا كينا حدود الساعي 24 ملعب اللي بنت لنا والاخرين في طور الانجاز ومكتب لنا واش حد ديال نرف بلاي صبعاد واش ماتلا تعليق على هذا للأسف دائما اعيد وهو اكرر هو انعدام الارادة للناس القائمين على تنسيل هذه البرامج المستوى الجهوي والمستوى المركز المركز يخطط وينفيد ويعطي التمويلات ولكن تنزيل جد تقيل لان هناك ارادات مختلفة تتداخل فيها السياسات معينة رغم ان المنتخبين حينما يكونون في مواقعهم يجب ان يكونوا لجميع وينفيدون تلك البرامج تنفذ لجميع المواطنين بالتالي تطرح اشكال اخر للاستمرار المرافق العام من كتب الدلع لدينا الهيئات السياسية او الهيئات المدبرة للحكومة فكل مرة تطيح انك يكون برنامج كدو كداش كنحكم في الاخير بالفشل او عدم اكمال ديال الجميل في هذا البرنامج هو العالم القراوي العالم القراوي فيعل في حاجة شادة وشديدة الى مثل هذه الملاعب اللي يقول لنك القو ان المجتمع المدني هو كدير ملاعب في القرى وليما يلقى تشي دعم ولا تشي مساهمات ولا تشي امكانية مادية اللي ممكن انها الدعم ولو ملاعب في جميع القرى اللي ممكن يخرجوا فيها نجوم اكتر مما تصور كان واحد تجريبة شفناها مؤخرا وفعلا دارت في العاصمة الادارية الريباط وهي فعقق منطقة الريباط طب الان من كنمشي بلها الهز لاستقبال للمرتفقين ولكن هذا المرتفق قبل ما يمشي تدخل الانترنت وتدل حز عن بعد تشوف الأوقات الفارغة والأماكن الفارغة في هذه 160 ملعب اللي ماشي غالقورة فيها مختلف الرياضات وحتى الخلاص ما يمشي شي خلاص في بلاسة ولا شي واحد وقف في البيب لحتى تقبيله في الروبورتاج واحد اللي قيم على جمعية قيمة على ملعب تقول لك ناخد شي باركة يعني لحول لنه شي باركة تقول بحال شي صداقة قال اسما ولا غارديان تأتي وكذا صداقة فوقيتال هذه مؤسسات مقننة لخصوص تصير بواحد طريقة هذا الرياضة تدفع البطاقة البنكية وكتجي وكتلقى المرفقة تتلقى الموظف عنده البروغرام يقول يا فلان بفلان إيا لقرد دوكتال يحزز عندك لقيت هذا لماذا تتعمم هذه منوع من أنواع الشفاف في بنتلي أنا شخصيا إذا تم تشكرو فعلان لكان هذه العملية تتم الحدود الساعة لماذا تتعمم بكل تراب المملكة ونوصل معك بعض المشاكيل بعض الملاعب وجمعت الريباط مشكورة على هذا الساحل ملاعب نوع الرافع ولكن ربما تدبر من طرف مجلس جامعة الريباط وبالتالي حتى طريقة الريباط وبالتالي نرى نطرح المشكلة المجانية لماذا الملاعب التي تصيرها مثلا الجامعة المحلية وماذا لم تكن المجانية لاحظ المجانية أمريكا نظراع المجانية أنا متابق معك ركين يجوز محاور المجانية ركين فرق بين المجانية ومبدأ ولا خدم ولكن المسألة الثانية هو الفلوس الذي يأخذ هذه الجمعية ولا المسؤولين ولا لا يمكن عفوها وماذا تنمشي وقرار المنع من الملاعب يجب هذه المسألة هو أن مبالغ تدخل ولم يكن حساب ولم يكن واحد تتبو حسابي ولم يكن أحد يريد أن نحسب ولم يكن ولم يكن كين الخروقات أنا بالنسبة لي سأعرف إذا كانوا فلوس نعرف فين يمشي نعم وقد تبقى أن الجمعية المحترفة الجمعية النظيفة تدخل لجيستيون ضرورة مذكرات تحملات وتكون الفلوس التي تأخذ تعطي المتواصل هنا تضمن الشفافية تكون لديها حساب بانكي يدخل في هذا الفلوس وتكون عندها ميزانية السنوية تخرج هذه الإصلاحات التعويض المشغلين الجوائز التنظيم للدوريات هذا كله مقنن وحتى لما كان جمع هذه كسلطة ونوريها كيف ندير مباشرة وماذا ندير هذه التواصل مع هذه المؤسسة ونوريها كيف ندير بعد ترفض أن لا تقوم بإجراء الإغلاق عندما نقول أن نور موضوعي ولكن عندما نقوم مباشرة وندير هذه المسألة ربما تكون علاقة بشي مسألات سياسة أو انتماءات حزبية التي تخلي أن هناك حسابة أضيق من المصلحة العام على سبيل المثال هناك ملعب في تراب عمالة أنفا كان تابع التربية الوطنية وعطت تسير لهم يعني هئته منطرف المبادرة وعطت تسير لهم الواحد الجميع للناس موالي التعليم يعني موظفي تابع للتعليم وعطت تسير العمليات الناس لم يكن في الاختصاص وما عرف وشي يسير وشي يدون لك المرفق هو يقتله لأن فقد شيء لا يعطيه جاء مؤسسات أخرى قال لهم نستعد أن نزيد ونصلح وندخل له الماء وندخل له الضو ولكن نستفيد منه ورفضو وش هنا عوجيني الدولة هي لي مسؤولة ولا عشان فيك الخلال دائما أنا سأتكلم عن الدولة وعراب حلي نتكلم عن المستوى المركزي المستوى المركزي سهل بسيط لم يبقى كما كان سابقا الإشكالية تحت تنزيل الجهوي وتنزيل الإقليم فالمؤسسة التعليمية لدينا إشكال كبير فهنا اكتفاقيات على المستوى المركزي بأن المؤسسة التعليمية تنفاتح على الموحيد خرج أوقات العمال وفترات الليلية والآن نجرب أي جمعية أنها تستفيد من أنشطة خارج هذا المدار وهذا وغتشوف الأجوبة كيف يتكون بالتالي المركز دائما يحاول أن يرفيها وينشط ويساعد للأطفال الموحيد أن المؤسسة التعليمية عندها موحيد ومؤسسة التعليمية عندها واحد الشاسعة كبيرة التي يمكن تدارها ملاعب داخل ويستفيد من الأطفال الذين يدرسون ويستفيد من النزل الموحيد ومثل هذا الملعب الذي يتواجد في الترب المقاطعة المعاريف فالأسف فضاء كبير فضاء رياضي الذي تدار فيه أنشطة رياضية كبيرة المدارس الرياضية البطولة المدراسية والتي تخسرت مجموعة الإمكانيات والفراق في العصاب لا يوجد تزاول تتداريب ويستعد أنها تدفع الحراس ويستفيد هذا الأمر يمكن إلا أنه يجعل أنه يتصل لبعض القائمين على الشأن الذي لا يوجد المصلحة هذه البلاد والتصور الذي كان في الحكومة الحالية هو أن إدماج غطاء الشباب في التعليم لغاية المدارس والمؤسسة التعليمية توفر على فضاءات ريادية بما أن تفوض على فضاءات ريادية كثيرة وكثيرة جدا علش تعطاها هذه القطاع هذا لكي يدمج بين هذه المسألة التي قلت أن عواض يقتصر فقط على التلاميذ التي تكون هي فضاءات القرب وتبدل الآن تلاحظوا بأن لمكتوب شيء ولكن الإرادة للمسؤولين المباشرين لديك المؤسسات يعتبر هضيعات خاصة ممكن أن تدخل عدي أنا المدير ومدراسي ولم لا ندخل عندي هذا القرار فيه أن تدخله وانفتاح المؤسسة على الفضاء الخارجي ولكن في الواقع ممنوع ولكن يشرط عليك شروط مع خاصة هناك في مسؤال المبادرة في مدينة الدربة في مديرة 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 جهوية كانت منفتحة على القرارات لأن الإرادة الملكية في تطوير وفتح المؤسسات فمشت بعيد لأنها كانت منفتحة على المججمع المدني ولكن بعد نتغيره وناس آخرين وحتى التعليم تزد فيه برامج أخرى لولاد خاصة به فولاك يدير اختيارات دياله الخاصة به بدون شركاء دياله الآخرين اللي هم المبادرة ومججمع المدني يعني ما كيش واحد تناغهم وما كيش واحد توافق وكين واحد شوية الداتية والأنانية في بعض المؤسسات وهذا يختلف من المؤسساتين إلى مؤسسة عندنا واحد إشكال كبير جدا إشكال حقيقي جدا وهو في حالة وقوع بعض يعني ديزاكسيدون ديال الوليدات والشباب داخل الملاعب غياب تأمين شكو اللي مسؤول على التأمين فقط اللي تلقوا بأن الأرض تبعى الدولة جامعة كانت أو تعليمان أو كده جمعية مرتفقة أو جمعية مسيرة مني كي يقع الواقعة كل شي تيهزي الضغط شكو اللي خصو يأمن هذا الجانب هذا لأنه خصو يتأمن على الوليدات وتأمن على الفضاء وما كينش تشي مؤسسة مأمنة إلا من راح يمربوك للوليدات كي أمنوا على ريوصهم إلا كانوا من خارجين داخل تنضيهم ولاشعاش هذه بالنسبة للمؤسسات المجمعية التقليدية وهو كيل جمعية بعد المرات التي تفكر كي يكون الناس ديالها يعني في عندهم الدهاء فتأمين 30 درهم للطفل طيلة السنة براحلات ديالها بالخارجات بالرياضة بكل شي ممكن الدهاء ولكن لأن ذلك شي غير قار والأنشطة غير قارة فكل ما كيتسوق للمسؤال المسؤولية للتأمين للأطفال تعود لكل جمعية أن تتأمن على أطفالها ومدربها تتأمن عليه وهذا تأمين الحوادث وتأمين المسؤولية المدنية بالنسبة للوحدين أخرين اللي أبليجاني متأمين هم والناس الذين يشاركوا في البطولات الرسمية للعصاب ويغاندرون مع المرتفقي العاديين وإلا الدربت جمعوا فرقه وإلاعبوا في تيران وإلاعبوا في تيران ما يمكن تخلصوا واحد مبلغ ديال 200 درب 300 درب 400 درب ما عرفت هذين كانوا عارفون رؤوسهم أنهم سيلاعبوا باستمرار كل أسبوع معليهم أنهم لم يضعوا من جميع الولادات التي يفوتوا عشرة ديالناس هذين اللي أولادة ما معنزلت أمين كيمشي شي واحد يأخذ بسمية ديالش جمعية يدير اللائحة وكيمشي يأمن عليه وكتبقى عنده حتى الإضافة الثانية كان الملاعب اللي كتعلق البرنامج الداخلي ديالها أو القانون الداخلي القانون الداخلي هو اللي كي يحكم إذا كانوا يقولوا بأنه رأيك مؤمن مؤمن وكتخلص تأمين ديالك من الأول في المساهمة ديالك ووقع لك الحديث فالمتابعة تكون لك الجمعية بشرط أنها تكون الواجبة تأمين ديالك أما غير تولعب توقع لك حديث وهي كتبقى عنده دوريات كتبقى في جميع أقاليم جميع العملات وجميع الأحياء نهار ما يريدون دولة ديالرمضان لو كي أعطي لك واحد الورقة يقولك اللي جمعية تجيب هاد توني موحاد البالون ديالها تحمل مسؤولية ديالتأمين واحد مجموعة ديالشورط وبالتالي هاد مسؤولية ديالتأمين فيها شوية ديال النقاش هذا الواقع اللي احنا فيه الان هناك واحد المطلب شعبي مطلب مغريبي دياله واحد الفئات كبيرة اللي هي محرومة ولي هي قد حسب الحقرات تقول بأنه كفاء من هاد الريع وكفاء بأننا نعطي له هاد الفئات مؤيانة تسير هاد المرافق اللي ماشي من حقها وبالتالي خص ترجع جميع المرافق للدولة والدولة خص تحمل مسؤوليتها لأنه هي اللي قادرة انها قادرة على الاستمرارية هي اللي خص تدير تهيئ وتسير وتتبع والصيانة اللي هي يعني بين قوسين وبيت القاسي تفتش ديال الصيانة ليلة الملعب لأنها غدا كي بلنا تيران تحل جميل كدوش شهر يمشي بولات يمشي بارات يمشي شبكات يمشي حديد ديال البني يمصوبين به غرياج ديال تيران حديد ديال البني أولا بالنسبة لهذا المسألة المطلب الشعبي هي مطلب شعبي مطلب ديال مجموعة ديالجمعيات أسيسات في ضرفيات معينة خاصة خلال المرحلة التالية المبادرة الوطني التنمية البشري التي تبتلت نورم ديالها وتبتلت لسميتو ديالها اللي انطلبوا أن الملحلة الرابعة ديال المبادرة أنها تنفتح كما كانت في الدورة الأولى والثانية وتبحث على وعاءات عقارية باش تبني ملاعب أخرى حاجة أخرى إلا كنقولوا أنها مطلب شعبي وأنك سنرجعوا للسميتو إذن ستدصر أن نتراجعوا فيه ما غيبقاش ديالك الشاركة والمشاركة والإشراك لأن هذه الأمور كلها تخلقت كانت كذلك مطلب وطني في فبراير ألفين وحداش كانت مطلب بعام أن يشراك مجتمع المدني كسلطة ربما خامسة ولكن هذا ما يعنيش أنه نطلقوا الأمور على عواهينها يجب أن تكون هناك حكامة يجب إعادة النظر في مجموعة من الأمور فعلا ولكن باش نقولوا بأنه نظروا دائما في الكأس الفارغة فهذا كن شوية بحل لك نقضيه حتى الإرادة ديال القائمين على هذا الموضوع هذا الموضوع هو بحقيقة موضوع شيق وغلن نسأليه بأن هناك ضرورة حكامة ريادية حكامة ديال المؤسسات في إعطاء هذا الملاعب هذا الناس اللي فعلا قادرين أنهم يسيروا في إطار واحد من الأخلاق ومن المهم ديالنا هو أن المواطنين يجي لقاء هذا المرافق ويستفد منهم نقولوا بالمجان أو نقولوا بواحد أتمينا رمزية ولكن مماشي اللي تتقي الكاهل ديالهم شكرا سيدريس على قابل الدعوة والموضوع شيق مشاهدين الكرام انتظرونا في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وموضوع آخر إلى اللقاء شؤون وخضايا محلية اشتركوا في القناة